بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاوات وأفضل التسليم على سيدنا محمد شفيع الأنام في الموقف العظيم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صلي على سيدنا ومولانا أحمد الذي جعلت اسمعه متحدا باسمك ونعتك وصورته كره الجسماني على صورة أنموذج حقيقة خلق الله سيدنا آدم على صورته وفجرت عنصر موضوع مادة محموله من أنية أن الله بل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده وآله وصحبه وسلم أخواني الكرام نفتتح اليوم مجلسنا السابعة من سرد كتاب الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى للإمام القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي المالكي رحمه الله تعالى وسيكون مجلسنا بإذنه تعالى ابتداء من الصفحة 352 إلى الصفحة 404 فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسدد خطانا ويسر أمورنا لمنه تعالى وكرمه روينا بأساليدنا المتصلة إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال في كتابه الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله فصل في تفجير الماء ببركته صلى الله عليه وسلم وانبعاثه بمسه ودعوته ومما يشعر هذا من معجزاته تفجير الماء ببركته وانبعاثه بمسه ودعوته في مراوى مالك في الموطأ عن معاد بن الجبل في قصة غزوة تبوك وأنه مرد العين وهي تبض بشيء من ماء مثل الشراك فغرقوا من العين فغرفوا من العين بعيدهم حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه ويديه وأعاده فيها ففجرت بماء كثير فاستقى الناس قال في حديث ابن إسحاق فالخرق من الباء ما له حس كحس الصواهق ثم قال يوشك يا معاذ إطالة بك حياة ألترى ما هاهنا قد ملأ جنانا وفي حديث البراء وسلمة ابن الأكوع وحديثه أتم في قصة الحديبية وهم أربع عشرة مئات وبئرها لا تروي خمسين شاتا فلا زحناها فلم نترك فيها قطرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها قال البراء وأتي بدلو منها فبسق فدعا وقال سلمة فإما دعا وإما بسق فيها فجاشت فأروا أنفسهم وركابهم في هذه الروايتين في هذه القصة من طريق ابن شهاب في الحديبية فأخرج سهما من كنانته فوضع فقال قليب ليس فيها ماء فروي الناس حتى ضربوا بعطا وعن أبي قتالة وذكر أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش في بعض الأسفار فدعا بالميضاء فجعلها في ضب نيه ثم التقم فمها فالله أعلم نفث فيها أم لا فشرب الناس حتى رووا وملأوا كل إناء معهم فخيل إلي أنها كما أخذها مني وكانوا 72 رجلا وروا مثلا وعمران بن حسين وذكر الطبالي حديث أبي قتالة على غير ما ذكره أهل الصحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم ممدا لأهل مؤتى عندما بلغه قتل الأمراء وذكر حديثا طويلا فيه معجزات وآيات للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه إعلامهم أنهم يفقدون الماء في غد وذكر حديثا ميضاء قال والقوم زهاء ثلاث مئات وفي كتاب مسلم أنه قال لأبي قتالة نحفظ علي ميضاء تكافة إنه سيكون لها نبأ وذكر نحوه ومن حديث عمران بن حسين حين أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعطى شرفه بعض أسفالهم فوجه رجلين من أصحابه وأعلمهما أنهما يجدان امرأة بمكان كذا معها بعير عليه مزادتان الحديث فوجداها وأتيابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل في إناء من مزادتيها وقال فيه ما شاء الله أن يقول ثم أعاد الماء في المزادتين ثم فضحت عزالتيهم أعزاليهما وأمر الناس فملأوا أسقيتهم حتى لم يدعوا شيئا إلا ملأوا قال عمران وتخيل إلي أنهما لم تزداد إلا امتلاءا ثم أمر فجمع المرأة من الأزواد حتى ملأ ثوبها وقال أذهبي فإنا لم نأخذ من مائك شيئا ولكن الله سقان الحديث بطوله وعلى سلامة من الأكوع قال نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من وضوء فجاء رجل بإداوة فيها نطفة فأفرغها في قدحين فتوضأنا كلنا ندفقه فقط أربع عشرة مئة الحديث بطوله وفي حديث عمر في جيش العسرة وذكر ما أصاب من العطج حتى إن رجل لا ينحر بعيره فيعصر فرسفه فيشربه فرغب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فانسكبت فملأوا وقالت السماء يعني أمطرت فملأوا ما معهم من آنية ولم تجاوز العسكر وعن عمر بن شعيب لأن أبو طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رديفه بذي المجاز عطشت وليس عندي ماء فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بقدمه الأرض فخرج الماء فقال شرب والحديث بأذى الباب كثير ومنه الإجابة بدعاء الاستسقاء وما جانسه فصل ومن معجزاته تكسير الطعام ببركته ودعائه أخبرنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله حدثنا العذري حدثنا الرازي حدثنا الجلولي حدثنا بن سفيانة حدثنا موسيق بن الحجاج حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا حسن بن أعيل حدثنا معقل عن أبي الزبيل عن جابر أدى الرجلة أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسقي الشعير فبازال أكل منه وبرأته وضيفه حتى أكله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكم ومن ذلك حديث أبي طرحة المشهور وإطعامه صلى الله عليه وسلم ثمانين أو سبعين رجل من أقراص من شعير جاء بها أنس تحت يديه أي ابطه فأمر بها ففتت وقال فيها ما شاء الله أن يقول وحديث جابر في إطعامه صلى الله عليه وسلم يوم الخدق ألف رجل من صاعي شعير وعلاق وقال جابر فأقصم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا لا يخبز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق في العجين والبرمة وبارك ورواه عن جابر سعيد بن ميناء وأيمن وعن ثابت مثله عن رجل من أنصار ومرأته ولم يسميه ما قال وجيء بمثل الكف فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسطها في الإناء ويقول ما شاء الله فأكل منه من في البيت والحجرة والدار وكان ذلك قد امتلأ ممن قدم معه صلى الله عليه وسلم لذلك وبقي بعدما شبعوا مثل ما كان في الإناء وحديث أبي أيوب أنه صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بن الطعام زهاء ما يكفيه ما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعو ثلاثين من أشراف الأنصار فدعوا فأكلوا حتى تركوا ثم قال ادعو ستين فكان مثل ذلك ثم قال ادعو سبعين فأكلوا حتى تركوا وما خرج منهم أحد حتى أستمروا بايعا قال أبو الأيوب فأكل من طعام مائة وثمانون رجل وعن سمرة بن زندب أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة حتى الليل يقوم قومل ويقعد آخرون ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين أو مائة وذكر في الحديث أنه عجن صاع من طعام وصنعت شات الفشوي سواد بطنها ثم قال وأيم الله ما من الثلاثين ومائة إلا وقد حز له حزة من سواد بطنها ثم جعل منها قصعتين فأكنا منهما أجمعون وفضل في القصعتين فحملته على البعير ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصالي عن أبي ومثل ولي سلمة بن أكوعي وأبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكروا مخمصة أصابت الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فتعا ببقية الأزواد وجاء الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذلك وأعلاهم الذي أتى بصطاع بذل التمر فجمعوا على نطع قال سلمته فحزرته كربطة العنز ثم دعا الناس بأوعيته فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأه وبقي منه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو له أهل الصفة فتتبعتهم حتى جمعتهم وفوضعت بأيدينا صحفة فأكدنا معشئنا وفرغنا وهي مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وكانوا أربعين منهم قوموا يأكلون الجذعة ويشربون الفرقة فصنع له مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا وبقي كما هو ثم دعا بعس فشربوا حتى رووا وبقي كأنه لم يشرب منه وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ابتنا بزينب أمره أن يدعو له قوما سماهم وكل من لقيت حتى امتلأ البيت والحجرة وقدم إليهم ثورة فيه قدر مد من تمر جعل حيسا فوضعه قدامه وغمس ثلاثة أصابعه ثورا ليس ثورة ثورة وغمس ثلاثة أصابعه وجعل القوم يتهدون ويخرجون وبقي التور مل نحو مما كان وكان القوم أحدا أو قال ثنين وسبعين وفي رواية أخرى في هذه القصة أو مثلها إن القوم كانوا زهاء ثلاثمائة وأنهم أكلوا حتى شبعوا وقال لي ارفع فلا أدري حين وضعت وكان أكثر أم حين رفعت وفي رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن فاطمة طبخت قدرا لغدائها ووجهت علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتغدى منه فأمرها فغرفت منها لجميع نسائه صحبة صحبة ثم له صلى الله عليه وسلم لعلي ثم لها ثم رفعت القدرة وإنها لتفيض قالت فأكلنا منها ما شاء الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يزود أربعمائة راكب من أحمس فقال يا رسول الله ما هي إلا أصوع قال ذهب فذهب فزودهم منه وكان قدر الفصيل الرابض من التمر وبقي بحاله من رواية دكين الأحمسي ومن رواية جليل ومثل برواية النعمان بن مقرن الخبر بعينه إلا أنه قال أربعمائة راكب من مزينة ومن ذلك حديثه جابر في دين أبيه بعد موته وقد كان بدل لغرماء أبيه أصلا ماله فلم يقبلوه ولم يكن في ثمرها سنين كفاف دينهم فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره بجدها وجعلها ببادرة في أصولها فمشى فيها ودعا فأوفى منه جابر غرماء أبيه وفضل منه وفضل مثل ما كانوا يجدون كل سنة وفي روايته مثل ما أعطاهم قال وكان الغرماء يهود فعجبوا من ذلك وقال أبو هريرة رضي الله عنه أصاب الناس مخمصة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من شيء قلت نعم شيء من التمر في المزود قال فأتني به انتهت صفحة 360 قال فأتني به فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ودعا ببركة ثم قال دعو عشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم عشرة كذلك حتى أطعم الجيش كلهم وشبعوا قال خذ ما جئت به وأدخل يدك وأقبض منه ولا تكبه فقبضت على أكثر مما جئت به فأكلت منه وطعمت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر العمر إلى أن قتل عثمان فانتهب مني فذهب وفي رواية فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وصق في سبيل الله وذكرت مثل هذه الحكاية في غزوة التبوك وأن التمر كان بضع عشرة تمرة ومنه أيضا حديث أبي هريرة حين أصابه الجوع فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدر حلق الأهلية إليه وأمروا أن يدعوا أهل الصفة قال فقلت ما هذا اللبن فيهم كنت أحق الأصيبة منه شربة أتقوى بها فدعتم وذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يسقيهم فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يأخذه الآخر حتى روي جميعهم قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح وقال بقيت أنا وأنت أقعد فاشرب فشربت ثم قال اشرب وما زال يقولها وأشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد لها مسلك فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلته في حديث خالد بن عبد العزة أنه أجل زار النبي صلى الله عليه وسلم شاتر وكان عيال خالد كثير يذبح الشاتر فلا تبدو عياله عظما عظما وإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشاتر وجعل فضلتها في دلو خالد ودعا له بالبركة فنسر ذلك العيالي فأكلوا أفضل وذكر خبره الدولابي وفي حديث الأجري في إركاح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي الفاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بقصعة من أربعة أمداد أو خمسة ويذبح جزورا لوليمتها قال فأتيته بذلك فطعل في رأسها ثم أدخل الناس رفقة رفقة لأكلون منها حتى فرغوا وبقيت منها فضلة فبرك فيها وأمر بحمدها إلى أزواجه وقال كن وأطعمن من غشيكن وفي حديث أرسي تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصنعت أمي أم سليمي الحيسى فجعلته في تور فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضعه وادعو لي فلانا وفلانا وما لقيت فدعوتهم ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته وذكر أنهم كانوا زهاء ثلاثمائة حتى ملأت صفة والحجرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحلق عشرة عشرة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الطعام فدعا فيه وقال ما شاء الله أن يقول فأكلوا حتى شبعوا كلهم فقال لي ارفع فما أدري حين وضعت كانت أكثر أم حين رفعت وأكثروا حديث هذه الفصول الثلاثة في الصحيح وقد اجتمع على معنى حديث هذا الفصل بضعة عشر من الصحابة رواه عنهم أضعافهم من التابعين ثم من لا ينعد بعدهم وأكثروا في قصص مشهورة ومجامع مشهورة ولا يمكن التحدث عنها إلا بالحق ولا يسكت الحاضر لها على ما أنكر منها نعم كما ذكر المؤلف فإن أحاديث بمعنى بركة الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وما روي من ذلك كثيرة عديدة تطرق لها من كتب في المتواتر وجميع من كتب في السير والشمائل وقد اشتهرت هذه البركة عن كثير من الصالحين والوارثين المحمديين من العلماء العاملين والأولياء الصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم ومنهم الشيخ محمد المكي الكتاني رحمه الله تعالى وهو من كبار مشايخ الشام بل كبيرهم في وقته ومن كبار أوليائها وصلحائها فقد اشتهرت عنه هذه البركة شهرة وافية مستفيضة رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بمحبته قال المؤلف رحمه الله في كلام الشجرة وشهادتها له بالمبوة وإجابتها دعوته وأخبرنا أحمد بن محمد بن غالبون الشيخ الصالح فيما أجاز ليه عن أبي عمر طلمانكي عن أبي بكر بن المهندس عن أبي القاسم البغوي هذا حديث عالي هذا سند عالي عن أبي القاسم البغوي حدث لأحمد بن عبرال أخنسي حدث لأبو حيان تيمي وكان صدوقا عن مجاهد العلم لعبرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فدل منه أعرابي فقال يا أعرابي أين تريد قال إلى أهلي قال هل لك إلى خير قال وما هو قال تشهد أن لا إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمد العبد هو رسوله قال من يشهد لك على ما تقول قال هذه الشجرة استمر وهي بشاطئ الوادي وادعها فإنها تجيبك فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت أنه كما قال ثم رجعت إلى مكانها وعنه ريدة سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم آية فقال لو قل لتلك الشجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك قال فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبين يديها وخلفها ففتقطعت عروقها ثم جاءت تخد الأرض تجر عروقها مغبرة حتى وقفت بين أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت السلام عليك يا رسول الله قال الأعرابي قدت ومن هذه الدلائل يستدل العلماء الكلام أنه صلى الله عليه وسلم كان مرسلا للجن والإنس والحيوان والشجر والجماد وستأتي آثار بهذا المعنى قال الأعرابي مرها فترجع إلى منبثها فرجعت فدلت عروقها في ذلك فاستوت فقال الأعرابي ذل لي أسجد لك قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها قال فأذل لي أن أقبل يديك ورجليك فأذن له وفي الصحيح في حديث جابر بن عبد الله الطويل ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم ير شيء أن يستطر به فإذا بشجرتين بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بأس من أقصالها فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبئير المخشوش الذي يصانع قائده وذكر أنه فعل بالأخرى مثل ذلك حتى إذا كان بالمنصفي بينهما قال التئم علي بإذن الله فالتأمتا في رواية أخرى فقال يا جابر قل لهذه الشجرة يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما ففعلت فزحفت حتى لحقت بصاحبتها فجلس خلفهما فخرجت أحضر وجلست أحدث نفسي فالتفت إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا وشجرتان قد افترقت فقامت كل واحدة منهما على ساكن فوقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفتا فقال برأسي هكذا يمينا وشمالا صلى الله عليه وسلم وعلى أسامة بن زيد النحو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه هل يعني مكان لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن الوادي ما فيه موضع بالناس فقال هل ترى من نخل أو حجارة قلت أرى نخلات متقاربات قال انطلق وقل لهن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر كنا أن تأتين لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل للحجارة مثل ذلك فقلت ذلك لهن فالذي بعته بالحق لقد رأيت النخلات يتقاربن حتى اجتمعنا والحجارة يتعاقدن حتى صدنا ركاما فجلس خلفهن صلى الله عليه وسلم فلما قضى حاجته قال لكلهن يفترقن فالذي نخسي بيده لرأيتهن والحجارة يفترقن حتى عدن إلى مواضعهن وقال يعني ابن سيابة كنتم عن نبي صلى الله عليه وسلم في مسير وذكر نحو من هذين الحديثين وذكر فأمر وديتين فانضمت وفي رواية أشاءتين وعن غيلان ابن سلمة الثقافي مثله في الشجرتين وعن ابن مسعود عن نبي صلى الله عليه وسلم مثله في غزات حنين وعن يعني ابن مرة وهو ابن سيابة أيضا وذكر أشياء رآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفذكر أن طلحة أو سمرة جاءت وأضافت به ثم فأطافت به ثم رجعت إلى منبتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها استأذنت أن تسلم عليه وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آذنت النبي صلى الله عليه وسلم للجن ليلة تستمعوا له شجرة للشجرة آذنت لبي طلبة الإذن ويعني أنها تجلس مع الجن لتسمع وعن مجاهد عن ابن مسعود في هذا الحديث أن الجن قال من يشهد لك قال هذه الشجرة تعالي يا شجرة فجاءت تجر عروقها لها قعاق وذكر مثل الحديث الأول وقال القضي أبو الفضل فهذا ابن عمر ومريدة وجابر وابن مسعود ويعلمه مرة وأسامة بن زيد وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم قد اتفقوا على هذه القصة نفسها أو معناها وقد رواها عنهم من التابعين أضعافهم فصارت في انتشارها من القوة حيثه وذكر ابن فورك أنه صلى الله عليه وسلم سار في غزوة سدرة فالفرجت له نصفين حتى جاز بينهما وبقيت على ساقين إلى وقتنا إلى وقتنا هذا وهي هناك معروفة معظمة نعم وهذه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة التي كانت في الحجاز ولكن للأسف جاء قرامطة وأزال الكثير من ذلك الذي هو من علامات النبوة ومن دلائل السيرة النبوية للأسف القرامطة المعاصرون ومن ذلك حديث ألسي رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ورأاه حزينا أن تحب أن أريك آية قال نعم فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة من وراء الوادي فقال ادعو تلك الشجرة فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه قال مرها فالترجع فعادت إلى مكانها وعن علي نحو هذا ولم يذكر فيها جبريل قال اللهم أريني آية لا أبالي من كذبني بعد فتع شجرة وذكر مثلها وحزنه صلى الله عليه وسلم لتكذيب قومه وطلبوا الآية لهم لا له وذكر ابن الإسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى ركانة مثل هذه الآية في شجرة دعاها فأتت حتى وقفت بين يديه ثم قال رجعي فرجعت وعن الحسن أنه عليه السلام شكى إلى ربه من قومه وأنهم يخوفونه وسأله آية ذي يعلم بها أن لا مخافة عليه فأوحى الله إلي أن يأتي وادي كذا في شجرة فدع غصنا منها يأتيك ففعل فجاء يخط الأرض خطا حتى انتصاب بين يديه فحبسه ما شاء الله ثم قال له ارجع كما جئت فرجع فقال يا ربي علمت أن لا مخافة عليه ونحو منه عن عمر وقال فيه أريد آية لا أبادي من كذب لبعده وذكر نحوه وعن ابن عباسي رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لأعرابيين أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أن رسول الله قال نعم فدعوه فجعل ينقز حتى أتاه فقال ارجع فعاد إلى مكانه وخرجوا الترميدي وقال هذا حديث صحيح فاصدر في قصة حنين الجذع ويعضد هذه الأخبار حديث أنين الجذع وهو في نفسه مشهور منتشر والخبر به متواتر قد خرجوا أهل الصحيح ورواه من الصحابة بضعة عشر منهم أبي بن كابل جابر بن عبد الله وأناس بن مالك عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وسهل بن سعد أبو سعيد الخدري أبو ريدة وأم سلمة والمطلب بن أبي وداعة كلهم يحدث بمعنى هذا الحديث قال الترميدي وحديث أنس صحيح قال جابر بن عبد الله كان المسجد مسقوفا على جذوع نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع له المنبر سمعنا ذلك لذلك الجذع صوتا كصوت العشار العشار يعني الجمال وفي رواية ألس حتى ارتج المسجد بخواره وفي رواية سهل وكثر بكاء الناس لما رأوا به وفي رواية المطلب وأبين حتى تصدع وانشق حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه فسكت زاد غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا بكى لما فقد من الذكر وزاد غيره والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن تحت المنبر كذا في حديث المطلب وسهل بن سعد وإسحاق عن أنس وفي بعض الروايات عن سهل فدفنت تحت من بره أو جعلت في السقف وفي حديث أبين فكان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليه فلما هدم المسجد أخذه أبين فكان عنده إلى أن أكلته الأرض وعاد رفات الصفحة 370 وذكر الإسفراني الإسفرايني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى نفسه فجاء يخرق الأرض فالتزم وثم أمره فعاد إلى مكانه وفي حديث برينة فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد ويجدد لك خوص وثمارة وإن شئت أغرسك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك ثم أصغى له النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما يقول فقال بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أبلى فيه فسمعه من يليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلته ثم قال اختار دار البقاء على دار الفناء فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى وقال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه رواه عن جابر الحفص بن عبيد الله ويقال عبيد الله بن حفص وأيمن وأبو نظرة وابن المسيب وسعيد بن أبي كريب وكريب وأبو صالح ورواه عن أنس بن مالك الحسن وثابت وإسحاق أبي طرحة ورواه عن ابن عمر نافع وأبو حيا ورواه أبو نظرة وأبو الوداك عن أبي سعيد وعمار أبي عمار عن ابن عباس أبو حازم وعباس عن سهل بن سعيد عن سهل بن سعيد وكثير بن زيد عن المطلب وعبد الله وكثير بن زيد عن المطلب وعبد الله بن بريدة عن أبيه والطفيل عن أبيه قال القضي أبو الفضل رحمه الله فهذا حديث كما تراه خرجوا أهل الصحة ورواه من الصحابة من ذكرنا وغيرهم من التابعين ضئفهم إلى من لم نذكره وبمن دون هذا العدد يقع العلم لمن اعتنى بهذا الباب والله المثبت وعلى الصواب فأذكر أن ابن فرحون في تاريخ المدينة المنورة ذكر هذا الجذع وأنه فقد لما حرق لما احترق الحرم النبوي الشريف في القرن السابع الإجري فيكون بقي هذا وأظن أن هناك في طبكة في كثير جزء من هذا الجذع والله أعلم فاصدر في بعجزات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم في سائل الجمادات كتسبيح الطعام وتسليم الحجر ومثل هذا في سائل الجمادات حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميم حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن المراب حدثنا المهلب أبو القاسم حدثنا أبو الحسن نعم العفو انقطع البث فاصدر في معجزات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم في سائل الجمادات كتسبيح الطعام وتسليم الحجر ومثل هذا في سائل الجمادات حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميم حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن المرابط حدثنا المهلب وأبو القاسم حدثنا أبو الحسن القابسي حدثنا المروزي حدثنا الفرابري حدثنا البخاري حدثنا محمد بن مثنى حدثنا أبو أحمد زبيري حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكد وفي غير هذه الرواية عن ابن مسعود كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحا وقال أنس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصى فسبحنا في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا التسبيح ثم صبهن في يد أبي مكر رضي الله عنه فسبحن ثم في أيدينا فما سبحنا وروا مثله أبو ذرن وذكر أنهن سبحن في كف عمر وعثمان وقال علي كن بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى بعض نواحيها فما استقبله شجرة ولا جبل إلا قال له السلام عليك يا رسول الله عن جابر بن سورة عنه عليه السلام إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي يقيل إنه الحجر الأسود عن عائشة رضي الله عنها لما استقبلني جبريل عليه السلام بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله عن جابر بن عبد الله لم يكن نبي صلى الله عليه وسلم يمر بحجر ولا شجر إلا سجد له في حديث العباس إذ اجتمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بنيه بملاءة ودعا لهم بالستر من النار كستري إياهم بملاءته فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت آمين آمين قلت وهذا حديث العباء عندما نزلت إنما يريد عندما نزلت إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت ليذهب عنكم الرسل أهل البيت ليطهركم تطهيرا قال فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت آمين آمين وعن جعفر بن محمد عن أبيه مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأتاو جبريل بطبق فيه رمان وعينب فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فسبح وعن أنسي صعيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأحدان فراجفا بهم فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ومثله عن أبيه هريرة في حراء وزاد معه علي وطرحته والزبير وقال فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد والخبر في حراء أيضا عن عثمان قال ومعه عشرة من أصحابه أنا فيهم وزاد عبد الرحمن وسعد قال ونسيته الاثنين وفي حديث سعيد بن زيد أيضا مثله وذكر عشرة وزاد نفسه وقد روي أنه حين طلبته قريش قال له ثبير اهبط يا رسول الله فإني أخاف أن يقتلوك على ظهري فيعذب لي الله فقال له حراء إلي يا رسول الله هذا جبل ثبير جبل حراء جبلان معروفان وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر وما قدر الله حق قدره ثم قال يمجد الجبار نفسه أنا الجبار أنا الجبار أنا الكبير المتعال فرجف المنبر حتى كنا لا يخرن عنه وعن ابن عباس كان حول البيت ستون وثلاثمائة صنمين مثبتة الأرجل بالرصاص في الحجارة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد عام الفتح جعله يشير بقضيم في يده إليها ولا يمسها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فما أشار إلى وجه صنمين إلا وقع لقفاه ولا لقفاه إلا وقع لوجهه حتى ما بقي منها صلم مثل في حديث ابن بسعود وقال فجعل يطعنها ويقول جاء الحق وما يملئ الباطل وما يعيد ومن ذلك حديثه مع الراهب في ابتداء أمري إذ خرج تاجرا مع عمه وكان الراهب لا يخرج لأحد فخرج وجعله تخلل وهم حتى أخذ بيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين يبعثه الله ورحمة للعالمين يقصد بعمه سيدنا أبي طالب رحمه الله فقال له أشياء من قريش مع علمك فقال إنه لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا له ولا يسجد إلا لنبيه وذكر القصة ثم قال وأقبل صلى الله عليه وسلم عليه غمامة تضله فلما دنى من القوم وجدهم سبقوا إلى فيء الشجرة فلما جلس مال الفيء إليه فصل في الآيات في ضروب الحيوانات حدثنا سراج بن عبد الملك أبو الحسين الحافظ حدثنا أبي حدثنا القاضي يولس قال حدثنا أبو الفضل السقلي حدثنا ثابت بن قاسب بن ثابت عن أبيه وجديه قال حدثنا أبو العلاء أحمد بن عمران حدثنا محمد بن فضيل حدثنا يولس بن عمر حدثنا مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عندنا داجن فإذا كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرى وثبت مكانه فلم يجئ ولم يذهب وإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وذهب وروي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعرابي فقد صاد ضبا فقال من هذا قالوا نبي الله فقال واللات والعزة لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب وطرح وبين هيدين نبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ضب فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعا لبيك وسعديك يا زين من واف القيامة قال من تعبد قال الذي في السماء عرش وفي الأرض سلطان وفي البحر سبيل وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه قال فمن أنا قال رسول رب العالمين وخاتم النبيين وقد أفلح من صدقك وقام من كذبك فأسلم الأعرابي ومن ذلك قصة كلام الذئب المشهورة عن أبي سعيد الخدري بين راع يرعى غنما له عرض الذئب لشات منها فأخذ الرائي منه فأقعى الذئب وقال للرائي ألا تتقلها حتى بيني وبين رزقي قال الرائي ألا عجب من ذئبي ليتكلم بكلام الإنس فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق فأتى الرائي النبي فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فحدثهم ثم قال صدق والحديث فيه قصة وفي بعضه طول ورؤي حديث الذئب عن أبي هريرة وفي بعض الطرق عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال الذئب أنت أعجب واقفا على غنبك وتركت نبيا لم يبعث الله قط نبيا أعظم منه عنده قدرا قد فتحت له أبواب جنة وأشرف أهلها على أصحابي ينظرون قتالهم وما بينك وبينه إلا هذا الشعب فتصير في جنود الله قال الرائي من لي بغنمي قال الذئب أنا أرعاها حتى ترجع فأسلم الرجل إليه غنمه ومضى وذكر قصته إسلاما ووجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عد إلى غنمك تجدها بوفرها فوجدها كذلك وذبح الذئب شاتا منها وعن أهبان ابن أوس وأنه كان صراحب هذه القصة والمحدث بها ومكلم الذئب أهبان ابن أوس صحابي وعن سلمة ابن عمر بن الأكوع أنه كان صاحب هذه القصة أيضا وسبب إسلامه بمثل حديث أبي سعيد يعني تكررت القصة وقد روى ابن وهب مثل هذا أنه جرى لأبي سفيان بن حرب وصفوال بن أمية مع ذئب وجدا وأخذ ضبيا فدخل الضبي الحرم فانصرف الذئب فعجبا من ذلك فقال الذئب أعجب من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار فقال أبو سفيان واللات والعزة لإذ ذكرت هذا بمكة لا تتركنها خلوفا وقد روى مثل هذا الخبر وأنه جرى لأبي جهد وأصحابه عن عباس بن مرداس لما تعجب من كلام ضمار صنمه وإنشاده الشعر الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طائر سقط فقال يا عباس أتعجب من كلام ضمار ولا تعجب من نفسك كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام وأنت جالس فكان سبب إسلامه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وهو على بعض حصون خيبر وكان في غنم يرعاها لهم فقال يا رسول الله كيف بالغنم قال حصب وجوهها فإن الله سيؤدي عنك أمانتها ويردها إلى أهلها ففعل فسارت كل شاتر حتى دخلت إلى أهلها وعلى ألسي رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط أنصاري وأبو بكر وعمر ورجل من الأنصار رضي الله عنهم وفي الحائط غنم فسجدت له فقال أبو بكر نحن أحق بالسجود لك منها الحديث انتهى الصفحة 380 وعن أبي هرير صلى الله عليه وسلم حائطا فجاء بعير فسجد له وذكر مثله ومثله في الجمل عن تعلمة بن مالك وجابر بن عبد الله ويعلم ابن مرة وعبد الله بن جعفر قال وكان لا يدخل أحد الحائطة إلا شد عليه الجمل فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فوضع مشفاره على الأرض وبرك بين يديه فخطمه وقال ما بين السماء والأرض شيء إن لا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عاصي الجن والإنس ومثله عن عبد الله بن أبي أوفا وفي خبر آخر في حديث الجمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن شأنه فأخبروه أنهم أرادوا ذبحه وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف وفي رواية أنه شكى إلي أنكم أردتم ذبحه وبعد أن استعملتم في شاق العمل من صغره فقالوا نعم وقد روى في قصة العضباء وكلامها النبي صلى الله عليه وسلم العضباء اسم لناقة من نوق النبي صلى الله عليه وسلم وتعريفها له بنفسها ومبادرة العشب إليها في الرأي وتجنب الوحوش عنها ولدائهم لها إنك لمحمد وأنها لم تأكل ولم تشرب بعد الموت حتى ماتت ذكروا الإسفرايني وروا بن وهب أن حمام مكة أظلة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتحها فدعا لها بالبركة وروي عن أنسي الوزيد بن ألقبع المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الغار أمر الله شجرة فنبتت تجاه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته أمر حمامتين فوقفتا بفم الغار وفي حديث الآخر وأن العنكبوت نسجت على بابه فلما أتى الطالبون له ورأوا ذلك قالوا لو كان فيه أحد لم تكن الحمامتان ببابه والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعوا كلامهم فانصرفوا وعن عبد الله بن قرط أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست أو سبع لينحرها يوم عيد فازدلفنا إليه بأي يتيهن يبدأ وعن أمي سلامة كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء فنادته ضبية يا رسول الله قال ما حاجتك قالت صلدني هذا الأعرابي ولي خشفاني في ذلك الجبل فأطلكني حتى أذهب فأرضي عهما وأرجع قال وتفعلي لقالت نعم فأطلقها فذهبت ورجعت فأثقها فاتبع الأعرابي وقال يا رسول الله ألك حاجة قال تطلق هذه الضبية فأطلقها فخرجت تعد في الصحراء وتقول أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله وفي هذا الباب ماروية من تسخير الأسد لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وجه إلى معاذن باليمني فلقي الأسد فعرفه أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابه فهمهم وتلحى عن الطريق وذكر فيه منصر فيه مثل ذلك وفي رواية أخرى عنه أن سفينة تكسرت به فخرج إلى جزيرة فإذا الأسد فقلت له أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يغمزني بمنكبي حتى أقامني على الطريق وأخذ عليه السلام بأذن شاة لقوم من عبد قيس بين إصبعيه ثم خلاها فصار لها ميسمى وبقي ذلك الأثر فيها وفي نسلها بعده وما روي عن إبراهيم بن حماد لبسلته من كلام الحمار الذي أصابه بخيبر وقال له اسمي يزيد بن شهاب فسمى النبي صلى الله عليه وسلم يعفورا وأنه كان يوجه إلى دور أصحابه فيضرب عليهم الباب برأسه ويستدعيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات تردى في بئر جزعا وحزنا فمات وحديث الناقة التي شهدت عند النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها أنها ما سرقها وأنها ملكه وفي حديث العنز التي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسكره وقد أصابهم عطشون ونزلوا على غير ماء وهم زهاء ثلاثمائة فحلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأروى الجنة ثم قال لرافع املكها وما أراك فربطها فوجدها قد انطلقت أملكها رواه ابن قانع وغيره وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي جاء بها هو الذي ذهب بها وقال لفرسي عليه السلام وقد قام إلى الصلاة في بعض أسفاره لا تبرح بارك الله فيك حتى نفرغ من صلاتنا وجعله قبلته فما حرك عضو منه حتى صلى الله عليه وسلم ويلتحق بهذا ما رواه الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه رسله إلى الملوك فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد فأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثوا إليهم والحديث في هذا الباب كثير قد جئنا منهم بالمشهور من ذلك وما وقع منه في كتب الأئمة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحيوان وإلى الجماد وغير ذلك هو من دلائل رسالته صلى الله عليه وسلم إليهم وإيمانهم به كذلك من دلائل ذلك والعجب ليس من حديثه إليهم وذلك من حديثهم كذلك إلى المشركين وإلى الصحابة وإلى غيرهم وفي هذا حجة لبعض الأولياء الصالحين رضي الله عنهم الذين يتكلمون إلى الجماد أو يكلمهم الجماد وهذا الكلام قد يكون بالعربية الواضحة أو باللغة الواضحة أو قد يكون بفهم لغة ذلك تلك الدبة أو ذلك الحيوان أو ذلك الحجر أو غير ذلك ولذلك قال العارفون بأن الوارث المحمدي أو القطب يعرف لغات العالم جميعهم وطبيعة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الخلق فلا يمكن أن يرسل إلى الخلق وليس لهم لغاتهم ولا يفهمهم ولا يفهمونه ولذلك فهذه كلها من دلائل لذلك رضي الله تعالى عن ساداتنا العارفين فسط في إحياء الموتى وكلامهم وكلام الصبيان والمراضع وشهادتهم له بالنبوة صلى الله عليه وسلم حدث لأبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه بقراءة عليه والقاضي أبو الوليد محمد بن رشد والقاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي وغير واحد سماعا وإثنى قالوا حدث لأبو علي الحافظ قال حدث لأبو عمر الحافظ قال حدث لأبو زيني عبد الرحمن بن يحيا حدث لأحمد بن سعيد حدث لأبو الأعرابي حدث لأبو داود حدث لواهب بن بقية عن قالد هو الطحان عن محمد بن عمر هنا يروي عن ابن رشد الجد هو الطحان عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن يهودية الأهدة للنبي صلى الله عليه وسلم بخيب رشاة مصلية سمتها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم فقال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة فمات بشر بن البراء وقال لي اليهودية ما حملك على ما صرعت قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صرعت وإن كنت ملكا أرحت الناس منك قال فأمر بها فقتلت وفي رواية أخرى أنه عافى عنها وقد روا هذا الحديث أرس وفيه قالت أردت قتلك فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك فقالوا نقتلها قال لا وكذلك روي عن أبي هريرة بالحديث غير وهب قال فما عرض لها ورواه أيضا جامر بن عبد الله وفيه أخبرتني به هذه الذراع قال ولم يعاقبها في رواية الحسن إن فخدها تكلمني إن فخدها تكلمني أنها مسمومة وفي رواية أبي سلامة بن عبد الرحمن قالت قالت إني مسمومة وكذلك ذكر الخبر ابن إسحاق وقال فيه فتجاوز عنها وفي الحديث الآخر عن أنس أنه قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعي الذي مات فيه ما زالت أكلة أو أكلة خيبرت عادني فالآن فالآن أوان قطعت أبهري وحكى ابن إسحاق إن كان المسلمون لا يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا مع ما أكرم الله به من النبوة وقال ابن سحنون أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية التي سمته وقد ذكرنا اختلاف الروايات في ذلك عن أبي هريرة وألس وجابر وفي رواية ابن عباز رضي الله عنهما أنه دفع لأولياء بشي بن البراء فقتلوا وكذلك قد اختلف في قتله للذي سحره قال الواقدي وعفوه عنه أثبت عندنا وروي عنه أنه قتله وروى الحديث البزار عن أبي سعيد فذكر مثله إلا أنه قال في آخره فبسط يده وقال كل بسم الله فأكلنا وذكر اسم الله فلم تضر منا أحد قال القاضي أبو الفضل وقد خرج حديث الشات المسمومة أهل الصحيح وخرج الأئمة وهو حديث مشهور واختلف أئمة أهل النظر في هذا الباب فمن قائل يقول هو كلام يخلقه الله تعالى في الشات الميتة أو الحجر أو الشجر وحروف وأصوات يحدثها الله تعالى فيها ويسمعها منها دون تغيير أشكالها ونقرها عن هيئتها وهو مذهب الشيخ أبي الحسن القاضي أبي بكر رحمهما الله يعني أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلالي وأخرون ذهبوا إلى إيجاد الحياة بها أولا ثم الكلام بعدها وحكي هذا أيضا عن شيخنا أبي الحسن وكل محتمل والله أعلم شيخنا يعني شيخ مذهبي وليس شيخ مباشر قال إذ لم نجعل الحياة شرطا لوجود الحروف والأصوات إذ لا يستحيل وجودها مع عدم الحياة بمجردها فأما إذا كانت عبارة عن الكلام النفسي فلا بد من شرط الحياة لها إذا يوجد كلام النفسي إلا من حي خلافة للجباء من بين سائر متكلم الفرق في حالة وجود الكلام اللفظي والحروف والأصوات إلا من حي مركب على تركيب من يصح منه النطق بالحروف والأصوات التزم ذلك في الحصى والجدع والذراع وقال إذ الله خلق فيها حياة وخرق لها ثمن ولسانا وآلة أنكذها بهذا الكلام وهذا لو كان لكان نقله والتهمم به آكد من التهمم بنقل تسبيحي أو حنيني ولم ينقل أحد من أهل السياة والرواية شيئا من ذلك فدل على سقوط دعواه مع أنه لا ضرورة إليه في النظر والموفق الله وروا وكيع رفع عن فهد بن عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبيه قد شب لم يتكلم قطه فقال من أنا فقال رسول الله وروي عن معرض ابن معيقيب رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم عجبا جئ بصبيه اليوم ولد فذكر مثله وهو حديث مبارك اليمامة ويعرف بحديث شاصونة اسم راويه وفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت بارك الله فيك تهد صفحة ثلاثمائة وتسعون ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شب فكان يسمى مبارك اليمامة وكانت هذه القصة بمكة في حجة الوداء اليمامة هي الرياض الآن في نجد في السعودية وكانت هذه القصة بمكة في حجة الوداء وعاد الحسن أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه طرح بنية له في وادي كذا فانطلق معه إلى الوادي وناداها باسمها يا فلانا أجيب بإذن الله تعالى فخرجت ويتقول لمبيك وسعديك فقال لها إن أبويك قد أسلم فإن أحببت أن أردك عليهما قالت لا حاجة لي فيهما وجدت الله خيرا لي منهما هذه وكانت ميدة بمعنى أنه وأداها فحزنا عليها ولما أسلم عطبها النبي صلى الله عليه وسلم وأجابته بذلك وعلى ألسل أن شابا من أنصار توفي وله أم عجوز عمياء فسجيناه وعزيناها فقالت ما تبني قلنا نعم قالت اللهم إن كنت تعلم أني هاجات إليك وإلى نبيك رجاء أن تعيد لي على كل شدة فلا تحملن علي هذه المصيبة فما برحنا أن كشف الثوب عن وجهه فطعم وطعمنا وروي عن عبد الله بن عبد الله الأنصاري كنت في من دفن ثابت ابن قيس بن شماس وكان قتل باليمام فسمعناه حين أدخلنا القبر يقول محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الشهيد عثمان البر الرحيم فنظرنا فإذا هو ميت وروي عن الدعمال بالبشير أن زيد بن خارج يتخر ميتا في بعض أزقة المدينة فرفع وسجياء سمعوا بين الإشائد والنساء يسرخن حوله ويقول ألصتوا ألصتوا فحصر على وجهه فقال محمد رسول الله النبي الأمي وخاتم النبيين كان ذلك في الكتاب الأول ثم قال صدق صدق وذكر أبو بكر وعمر وعثمان ثم قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ثم عاد نيتا كما كان فصدق في إبراء المرضى وذوي العهات أخبرنا أبو الحسن علي بن مشرفين فيما أجازنيه وقرأته على غيره قال حدث لأبو إسحاق الحبال أو إسحاقي الحبال قال حدث لأبو محمد بن النحاس حدث لأبو الورد عن البرقي عن ابن هشام عن زياد البكائي عن محمد بن إسحاق حدث لأبو شهاب وعاصم وابن عمر ابن قتالة وجماعة ذكروا بقضيتي وحودين بطولها قال وقالوا قال سعد بن أبي وقاص إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يناول الاستهم لا نصل له فيقول اذم به وقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قوس حتى اندقت وأصيب يومئذ العين قتالة يعني ابن النعمان حتى وقعت على وجنته فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه وروا قصة قتالة عاصب بن عمر ابن قتالة ويزيد بن عياض عن ابن عمر ابن قتالة ورواها أبو سعيد الخضري عن قتالة وبسق على أثر سهم في وجه أبي قتالة في يوم ذي قرد قال فما ضرب علي ولا قاح وروا النساء عن عثمان من حنيف عن النعم قال يا رسول الله أدعو الله أن يكشف لي عن بصري قال فالطلق فتعضى ثم صلرك ثم قال اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة يا محمد أني أتوجه بك إلى ربك أن يكشف عن بصري اللهم شفعه فيها قال فرجع وقد كشف الله عن بصري قلت وهذه أيضا من دلائل جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في المهامه والكروب وروا أن ابن ملاعب الأسنة أصابه استسقاون فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده حثوة من الأرض فتافل عليها ثم أعطاه رسوله فأخذها متعجبا يرى أن قد هرزي أبيه فأتاه بها وهو على شفا فشربها فشفاه الله وذكر العقيلي عن حبيب ابن فديك ويقال فويك أن أباه بيضت عينه فكان لا يبصر به ما شيئا فنفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فأبصر فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن ثمانين ورمي كنثوب بن الحسينية وأحد في لحره فبسق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فبرئة وتفل على شجة عبد الله بن أوليس فلم تمد وتفل في عيني علي يوم خيبر وكان رميدا فأصبح بارئ ولفت على ضربة بساق سلمة بن الأكوع يوم خيبر فبرئة وفي رجل زين بن معاد حين أصابها السيف إلى الكعب حين قتل ابن الأشرف فبرئة وعلى ساق علي بن الحكم يوم الخدق إذ انكسرت فبرئة بكانه ما نزل عن فرسه واشتكى علي بن أبي طالب فجعل يدعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله مش فيه أو عافه ثم ضربه برجله فماشتكى ذلك الوجع بعد وقطع أبو جهل يوم بدل يد معوذ من عفراء فجاء يحمل يده فبسق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وألصقها فرسقت رواه ابن وهب ومن روايتي أيضا أن خبيب بن يساف أصيب يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربة على عاتقه حتى ما لشقه فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث عليه حتى صحا وأتته برأة من خث عباها صبي به بلاء لا يتكلم فأثي بماء فمض مضفاه وغسل يديه ثم أعطاها إياه وأمرها بسقه ومسه به فبرئ الغلام وعقل عقلا يفضل عقول الناس وعلى ابن عباسي جاءت امرأة بابن الله به جنون فمسح صدره فثع ثعة فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود فشفي وانكفأت القدر على ذراع محمد بن حاطب وهو طفل فمسح عليه ودعا له وتفل فيه فبرئ لحيده وكانت في كف شرح بيل الجع فيه سلعة تمنعه القفض على السيف وعنان الدابة فشكاها للنبي صلى الله عليه وسلم فما زال يطحنها بكفه حتى رفعها ولم يبقى لها أثر وسألته جارية طعاما وهو يأكل فناولها من بين يديه وكانت قليلة الحياء فقالت إنما أريد من الذي في فيك فناولها ما في فيه ولم يكن يسأل شيئا فيمنعه فلما استقرر في جوفي ألقي عليها من الحياء ما لم تكن مرأة بالمدينة أشد حياء منه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فاصدر في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم وهذا باب واسع جدا وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة مما دعا لهم وعليهم متواثر عن جملة معلوم ضرورة وقد جاء في حديث حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لرجل أدركت الدعوة ولده وولده وولد ولده حدثنا أبو محمد العتابي بقراءة عليه حدثنا أبو القاسب حاسم بن محمد حدثنا أبو حسن القابسي حدثنا أبو زيد المروزي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن أبي الأسول حدثنا حرمي حدثنا شعبة عن قتالة عن أنس رضي الله عنه قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له قال اللهم أكثر ما له وولده وبارك له فيما أتيت ومن رواية إكرمة عقال أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي لا يعادون اليوم على نحو المئة وفي رواية وما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت ولقد دفنت بيدي هتين مئة من ولدي لا أقول سقطا ولا ولد ولد ومنه دعاءه لعبد الرحمن بن عفن بالبركة قال عبد الرحمن فلو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا وفتح الله عليه ومات فحفر الذهب من تركته بالفؤوس حتى مجلت فيه الأيدي وأخذت كل زوجة ثمانين ألفا وكنا أربعة وقيل مئة ألف وقيل بل صولحت إحداهن لأنه طلقها في مرضي على نيف وثمانين ألفا وأوصى بخمسين ألفا مع صدقاته الفاشية في حياته وعوارفه العظيمة أعتق يوما ثلاثين عبدال وتصدق ورسان بعير فيها سبع مئة بعير وردت عليه تحمل من كل شيء فتصدق بها وبما عليها وبأقتابها وأحلاسها ودعا لمعاوية بالتمكين في البلاد فنال الخلافة ولساعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن يجيب الله دعوته فما دعا على أحد إلا استجيب له ما أرى أن دعوته لمعاوية تصح الله على ودعا بعز الإسلام بعمر رضي الله عنه أو بأبي جهد فاستجيب له في عمر قال ابن سعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر وأصاب الناس في بعض مغازيه عطش فسألوا عمر الدعاء فجاءت سحابة فسقتهم حاجتهم ثم أقلعت ودعا بالاستسقاء فسقوا ثم شكوا إليه المطر فدعا فصحوا وقال لأبي قتالة أفلح وجهك اللهم بارك له في شعاره وبشري فمات وهو ابن سبعين سنة المخ أنه ابن خمس عشرة سنة وقال للنابغة لا يفضل انتهت الصفحة أربع مئة وقال للنابغة لا يفضل لله فاك فما سقطت له سن وفي رواية فكان أحسن الناس ثغر إذا سقطت له سن نبتت له أخرى ودعا لبلي عباس الله مفقه في الدين وعلمه التأويل فسمي بعد الحبر وترجمان القرآن ودعا لعبد الله بن جعفر بالبركة في صفقة يمينه فما اشترى شيئا إلا ربح فيه أو إلا ربح فيه ودعا للمقدار بالبركة فكانت عنده غرائر من المال ودعا ببثه لعروة ابن أبي الجعدي فقال فلقد كنت أقوم بالكناسة فما أرجع حتى أربح أربعين ألفا وقال البخاري في حديثه فكان لو اشترى التراب ربح فيه وروي مثل هذا لغرقده أيضا وندت له صلى الله عليه وسلم ناقة فدعا فجاءه بها إعصار ليح حتى ردها عليه ودعا لأم أبي هريرة فأسلمت ودعا لعلي أن يكفى الحرة والقرة فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف وفي الصيف ثياب الشتاء ولا يصيبه حر ولا برد ودعا لفاطمة ابنته الله أن لا يجيعها قالت فما جعت بعد وسأله الطفيل بن عمر آية لقومه فقال اللهم نور له فسطع نور بين عينه فقال يا رب أخاه أن يقولوا مثله فتحول إلى طرف صوته فكان يضيء في الليلة المظلمة فسمي ذا النور ودعا على مضر فأقحطوا حتى استعطفته قريش فدعا لهم فسقوا ودعا على كسر حين مزق كتابه أن يمزق الله ملكه فلم تبقى له باقية ولا بقيت لفارس رياسة في أخطار الدنيا ودعا على صبيل فقطع عليه الصلاة أن يقطع الله أثره فأقعد وقال لرجل رأاه يأكل بشماله كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا استطعت فلم يرفعها إلى فيه ودعا على عثبة ابن أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأكله الأسد وقال لمرأة أكلك الأسد فأكلها وحديثه المشهور من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعائه على قريش حين وضعوا السلاة على رقبته هو ساجد مع الفرث والدم وسماهم قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر ودعا على الحكم ابن أبي العاص وكان يخترج بوجهه ويغمز عند النبي صلى الله عليه وسلم أي لا فرآه فقال كذلك كن فلم يزل يخترج إلى أن مات ودعا على محلم ابن جثامة فمات لسبع فلفظته الأرض ثم ووري فلفظته مراث فألقوه بين صدين ورضموا عليه بالحجارة والصد جانب الوادي وجحده رجل بيع فرس وهي التي شهد فيها فزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم فرد الفرس بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وقال اللهم إن كان كاذبا فلا تبارك له فيها فأصبحت شاصية برجلها أي رافعة بمعنى أنه ماتت والله أعلم وهذا الباب أكثر من أن يحاط وهنا يتم وردنا اليوم بحمده تعالى وتوفيقه ومعونته نسأل الله سبحانه وتعالى لنا التوفيق ونسأل الله تعالى أن تنالنا دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وبركة من بركاته يا أكرم الأكرمين ويا مجيب السائرين ويا إلهنا ويا إله العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم قنا صروف الدهر وطاماته وأهواله اللهم أصلح أمورنا جميعا اللهم أغمذ الفتن عن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم زدنا ولا ترقصنا واعطينا ولا تمنعنا وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأدل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم أصلح ذرياتنا وأبناءنا وبارك لنا فيما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرحم والدينا وآباءنا وشيوخنا ومن له الفضل علينا واحفظ والدينا من هو موجود منهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب من الكتب المباركة العظيمة وكما قال المؤلف فجل ما فيه من الصحيح ومن المقبول ومن المروي والمشهور وهذه الأخبار يجب أن يعرفها الناس أنا أذكر أننا كنا مرة في الماجستير وكان هناك طلبة من أجارب من ألمانيا ومن أمريكا ومن غيرها فقالوا بأن معجزة المسيح أنه عاش بعد الموت كما يقولون وأنه كان يبرئ الأكمع والأبرص قال فما معجزات نبيكم فلم يجدوا أحدا من الأساتذة يجيبهم لأن للأسف فإن الأساتذة الذين يوجدون عندنا كثير منهم ليسوا دعاة ولا يرفعون رأسا بما رزقهم الله تعالى من العلم والدين إنما همهم فقط يحترفون حرفة العلوم الشرعية ولكن كان يجب هؤلاء الذين يأتون إلينا ليعرفوا ديننا وليعرفوا أمور المقارنة العقيدة والديانات وغير ذلك يجب أن نعرفهم بديننا أن نعرفهم بمعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وبشرائع دينه وبمحاسنها وبعللها فإننا إذا لم نفتخر ولم نرفع رؤوسنا ولم نعتز بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وبديننا وبأحكامنا فمن سيرفع رأسه بها وكيف نأمل بأن يحترمنا الناس ونحن لا نحترم أنفسنا ولا نحترم ديننا ولا نحترم تاريخنا ولا نحترم هويتنا ولا نحترم قرآننا ولا نعرف دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهذه الأخبار قد يتعجب لها الناس ولكن هي أخبار أولا صحيحة متواترة ثانيا هي معجزات والطبيعي أن المعجزة هي خرق للعادة المعجزة حتى عندما أراد المؤلف أن يبرر وقال خلق الكلام وغيره هذا من باب الترف في البحث أما الأصل في المعجزة هي أن تكون على خرق العادة يؤمن الإنسان إما أن يراها بعينه وإما أن تصل له بطريق قطعي فيؤمن بها وذلك جعل الله سبحانه وتعالى من أوائل الآيات التي نزلت ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة فكان الإيمان بالغيب قبل إقامة الصلاة وهذا لأن الدين أصلا مبني على الغيب ومبني على خرق العادة ومبني على الكرامة ومبني على الأمور التي لا تدركها العقول نعم الإنسان إذا بلغ إلى مرتبة من مراتب المعرفة ومرتبة من مراتب العمق في معرفة أسرار الكون وأسرار الوجود سيتطلع على دلائل كثير ووقاع كثير من الأحداث التي كانت مستعصية والتي لا تدركها العقول ولكن ذلك لا حد له لأن في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الأنبياء ورسول الرسل ومعجزاته لا تقدرها العقول ولا تحدها الظنون ولكن ها أنتم ترون أنها وقعت وهي متنوعة كثيرة من تسبيح الشجر والحجر ونطق الدواب وشق القمر وإبراء الأكمه وإحياء الموت وغير ذلك حتى قالوا بأنه لم تكن معجزة لنبي من الأنبياء السابقين إلا وقد وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وكذلك اتفق علماء العقيدة أن ما كان معجزة لنبي صح أن تكون كرامة للولي وكرامة الولي إنما هي معجزة للنبي الذي يتبعه وطبعا المؤمن من أهل الإسلام إذا وقعت له كرامة فهي كذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله لأنها ما جاءته إلا من طريق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وكذلك نجد أن كثيرا مما ينكره بعض الجهلة في هذا الوقت ويشوشون به على العامة فيما يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من التوسط به ومن تعظيمه ومن تقديره ومن آثاره ومن بركاته ومن مواضع صلاته صلى الله عليه وسلم ومن تعظيم ذلك كل ذلك ورد في كتب السنة المعتمدة وكان من فعل السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم ومن هديهم فمن ينكر ذلك إنما هو مكابرة ودفع للنصوص بالصدور وضحك على ضعاف العلم وضعاف العقول اللهم صلي أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وقبل أن أختم أجيز الجميع بما قرأناه وبما سنقرأ بإنه تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين